وفق مصادر مقربة من القصر الحاكم في المملكة العربية فإن حدثاً أمنياً مفاجئاً جرى قبل قليل داخل قصر اليمامة وفي محيطه أسفرت نتائجه عن اعتقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونجله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين تقدمت عشرات آلاف العناصر من الحرس الوطني نحو القصر بشكل مفاجئ وأقدمت على محاصرته قبل أن تتمكن أعداد كبيرة من اقتحامه بعد حدوث إطلاق نار متبادل مع عناصر حرس القصر الذين استسلموا بعد وقت قصير بينما قوات الحرس الوطني التي دخلت للقصر أقدمت وفي أول خطوة لها داخله على اعتقال الملك ونجله قبل أن يجري الإعلان وبشكل رسمي عن السيطرة على القصر بشكل كامل وفي التفاصيل حسب مصادر سعودي ليكس من داخل عائلة آل سعود قبل قليل فإن ما جرى هو أن العائلة خولت رئيس جهاز الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله بتنفيذ انقلاب عسكري ضد القصر الحاكم وإسقاط الملك سلمان ونجله مستخدما علاقاته وسلطاته التي ما تزال قائمة داخل الحرس الوطني رغم عزله منه في تنفيذ هذا الانقلاب بينما الأمير متعب لم يتوانى ولو للحظة واحدة عن التعاطي مع مطلب عائلته إذ أقدم على الترتيب مع عشرات آلاف العناصر من الحرس الوطني من أجل التنفيذ قبل نحو شهر قبل أن يعطيهم الضوء الأخضر للتنفيذ قبل قليل وسط ترجيحات أن يكون هناك من ساعد في إتمام هذا المخطط من داخل القصر بينما لم يجري تأكيد هذا الأمر بعد المصادر ذاتها أكدت أنه وفور انتهاء تنفيذ هذا الانقلاب فإن عائلة آل سعود عقدت اجتماعا عاجلا وفوريا مع أعضاء هيئة البيعة السعودية وأبلغتها بأنها تترك لها تحديد مصير منصبي الملك وولي العهد الجديدين باعتبار أن هذا الأمر هو من ضمن صلاحيات هيئة البيعة السعودية المنوطة بها منذ تأسيسها قبل أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتهميش دورها متعمدا بينما في ذات الإطار أيضا فإنه لم ترشح أي معلومات بعد حول أسماء بعينها من المفترض أن تسميها الهيئة لشغل المنصبين الأهم في المملكة العربية السعودية وهما منصب الملك وكذلك ولي عهده فيما أن المصادر أكدت أن هذا الاجتماع يجري حتى اللحظة وأنه لا تفاصيل وافية حتى الآن حول مزيد من المعلومات عنها هذا وتأتي هذه الخطوة من آل سعود بعد أن أخذت قرارا بأن عليها إعادة علاقات المملكة مع جيرانها إلى وضعها الطبيعي بينما ذلك لن يكون إلا بالتخلص من بن سلمان إذ أنه وسط تراجع إقليمي ذريع ومستمر سلطت من جانبها مجلة إكونومست البريطانية مؤخرا الضوء على إقرار المملكة العربية السعودية علنا بفشل رهاناتها في عديد من الملفات الخارجية أبرزها اليمن وسوريا وافتتحت المجلة تقريرا لها بأنه نادرا ما يعترف الدبلوماسيون بالفشل لكن هذا هو بالضبط ما فعله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وتناولت المجلة مؤشرات التحول في موقف الرياض من نظام الرئيس السوري مشيرة إلى تصريحات أدلى بها بن فرحان بمؤتمر ميونيخ للأمن في الثامن عشر من فبراير شباط الماضي وذكرت المجلة في تقرير ترجمه الخليج الجديد أن بن فرحان من جانبه رد على سؤال حول شائعات مفادها أن المملكة قد تغير موقفها من نظام الأسد بالتلميح إلى أن عزل الرئيس السوري يقترب من نهايته قائلا هناك إجماع متزايد على أن الوضع الراهن غير قابل للتطبيق على حد قوله وأورد التقرير أن السعودية أنفقت على مدى العقد الماضي عشرات المليارات من الدولارات للإطاحة بنظامين تعتبرهما من وجهة نظرها معاديين هما الأسد في سوريا وكذلك الحوثيين في اليمن لكنها على وشك الاعتراف الرسمي بفشل المحاولتين في الأشهر القليلة المقبلة ولا يعود هذا التحول إلى تقارب بين السعوديين وخصومهم بل إلى تصور مفاده بأن المملكة مثل بعض جيرانها الخليجيين أصبحت ترى بشكل متزايد أن بقية العالم العربي مصدر إزعاج ممل كما تقول كان السعوديون من أوائل المؤيدين للانتفاضة ضد سوريا وبدأوا في إرسال الأسلحة والأموال للمعارضين في العام 2012 وحتى بعد انتصار الرئيس السوري بشار الأسد رفض السعوديون إعادة العلاقات معه أو السماح له باستئناف دوره في جامعة الدول العربية التي تم تعليق عضوية سوريا فيها في العام 2011 لكن السعوديين لم يعودوا مصرين على ذلك وهو ما عبر عنه بن فرحان في مؤتمر ميونيخ مشيرا إلى أن ما يقوله دبلوماسيون خليجيون آخرون على انفراد هو أنه لم يعد هناك أي طريق واضح لإزاحة الأسد وأضاف لدينا جميعا سياسات لكن ليس لدينا أي استراتيجية لتنفيذ تلك السياسات لا يوجد طريق نحو تحقيق الأهداف القصوى أما في اليمن فالتغيير المتوقع في سياسة المملكة العربية السعودية أكبر بكثير حسب ما تشير إليه المجلة البريطانية لافت إلى أن البلد المجاور للمملكة في حالة اضطراب منذ انتفاضة العام 2011 ضد علي عبدالله صالح ديكتاتوره القديم وأثبت بديله عبدرب منصور هادي عدم قدرته على الحفاظ على تماسك الوطن ما ترك فراغا قد ملأه الحوثيون وفي أواخر العام 2014 سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ثم الحديدة الميناء الرئيسي على البحر الأحمر وبحلول مارس آذار من العام 2015 وصلوا إلى مدينة عدن الجنوبية وهرب هادي على متن قارب ودفع ذلك من جانبه السعوديين للتدخل على رأس تحالف عربي لتستمر عملية ما تعرف بعاصفة الحزم العسكرية لثماني سنوات غير حاسمة مطلقا أغرقت اليمن في أزمة إنسانية إذ يقدر أن 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة وأن ثلاثة أرباع اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر كانت الحرب مكلفة للسعوديين أيضا إذ أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات وتشير بعض التقديرات إلى أن كلفة الحرب في الفترات الأشهد قتالا تصل إلى مليار دولار في الأسبوع ولذا يتفاوض السعوديون حاليا على صفقة تسمح لهم بالانسحاب من اليمن ربما يتم توقيعها في الأشهر المقبلة وربما في مدينة مكة المكرمة الصفقة لن تزيل الحوثيين من السلطة ولكن تنهي الحرب الأهلية لكنها ستمنح المملكة تأكيدات أن الحوثيين سيتوقفون عن الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ عبر الحدود وتنقل إيكونوميست عن أحد المراقبين اليمنيين المحبطين وصفه لهكذا صفقة بقوله إنها تمنح الحوثيين أكثر مما كانوا يتصورون وتشير المجلة البريطانية في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسيين الخليجيين يعبرون الآن عن أولويات سياساتهم الخارجية للسنوات القادمة بالإشارة للعلاقات الاقتصادية مع الدول النامية وتوحيد الجهود من أجل محاربة تغير المناخ ولا يفضلون الحديث عن جيرانهم العرب وإذا فعلوا فإنهم يصفون المنطقة بأنها عب عليهم حسب زعمهم وبسبب إحباطهم من الفساد المستشري في بعض البلدان كما يقولون قطع السعوديون الأموال عن عملائهم التقليديين ويترددون في ضخ المزيد من الأموال إلى دول كانوا يضخون الأموال لها كمصر التي تكافح الآن خلال الانهيار الاقتصادي الثاني لها منذ العام 2016 ولذا فإن استعادة العلاقات مع سوريا لا تعني أن السعوديين سيدخون الأموال لإعادة بناء سوريا المدمرة كما أن إنهاء حربهم في اليمن لا يعني أنهم سيبذلون الكثير لتمويل جهود إعادة الأعمار والتي يقدر البنك الدولي كل فتها بنحو 25 مليار دولار فالعديد من المسؤولين السعوديين يسمون الحقبة القادمة بأنها عصر السعودية أولا أي عصر إنفاق الأموال في الداخل وتقليص تشابكات السياسة الخارجية خاصة تلك الفاشلة منها اشتركوا في القناة